اشتركوا في القناة معجزة الكون عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث ذو شجون هو في مبعث النبوي الشريف بعثة النبي لو نظرنا إلى الأمة قبل البعثة وبعد البعثة سنعرف الفاصل الكبير في تأثير الرسالة النبوية على الجزيرة العربية وإلى ما بعد الجزيرة العربية سواء على الحضارة الرومانية والحضارة الفارسية بمطالعة بسيطة ودقة في هذا الفرق نعرف عظمة الحضارة الإسلامية وعظمة القرآن الكريم وعظمة الرسالة والرسول عندما تريد أن تعرف شيئا يجب أن تقارنه مثلا يقول تعرف الأشياء بأضبادها لا يمكنك أن تعرف قيمة البياض إلا أن تنظر إلى قيمة السواد لا يمكن أن تفهم عظمة النهار إلا النظر إلى عظمة الليل فهذا التقابل بينهما تعطيك ميزة كبيرة لفهم قضية خاصة البحث النبوية الشريفة لا يمكن أن تدركها إلا أن تنظر ماذا كان قبل النبي صلى الله عليه وآله كيف كان العرب والجزيرة العربية يعيشون من ناحية الاجتماعية من ناحية الأخلاقية من ناحية الاقتصادية من ناحية التربوية من كل الجوانب المادية سترى عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحضارة الجديدة حتى الحضارة الفارسية والرومانية تأثروا وتعجبوا بدأوا يسألون كسرى وملك الروم يسألون من هو محمد من هذا الرجل الذي جعل يهز الجزيرة العربية مع نظنا في ذلك الوقت ما كان في إعلام ماكو شبكات تواصل توصل المعلومات سريعا ولكن قوة الحضارة الإسلامية وقوة الرسول وقوة الرسالة هي التي جعلت أن الحضارة الرومانية والفارسية تتابع الحركة النبوية في الجزيرة العربية وهذا أندل على شيء تدل على عظمة الرسالة وعظمة الرسول أنا هذه مقدمة بسيطة أريد أن أنتقل إلى بعض الآيات القرآن الكريم حتى نعرف ما هي فلسفة البعثة وماذا أراد النبي روح له الفداء لهذه الأمة بحيث بقت هذه الحضارة إلى هذا اليوم قرية وفاعلة والعالم إلى هذا اليوم يتحدث عن هذه الرسالة وعن صاحب الرسالة لماذا؟ كل شخصية وكل قائد مهما يكون عندهم الأمكانيات لمدة زمن سنة سنتين عشرين ثلاثين أربعين خمسين سنة ينزل إلى ما يبقى ذلك الوهج وتلك الحرارة أما النبي صلى الله عليه وآله 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 سنة بعد سنة بعد أربوط عشر قرن تشوف هذا النور كأنه النبي بعث اليوم عندما يحتفل العالم بالمبعث النبوي الشريف يبعثه كأنما النبي اليوم نزل عليه الوحي وأنما كما هذا القرآن الكريم قرآن كأنما التونقرأه كأنما الآن الباري عز وجل يقول أقرأ هذا القرآن بعد أربوط عشر قرن أو أكثر من أربوط عشر قرن يبقى القرآن طريا حيويا متحركا الببعث النبوي الشريف أنا بحثت أدنى تقريبا آيتين في القرآن الكريم الآية الثانية في سورة الجمعة والآية 164 في سورة آل عمران والآيات محفوظة معروفة يعني خصوصا سورة الجمعة تقرأ في يوم الجمعة تقرأ في الصلاوات فانظر إلى هاتين الآيتين أكو تشابه النصف الأول أو الثرث الأول يختلف أكو تشابه بينهما كبير ولكن في النهاية أو بعد الثرثين تقريبا الآيات نفس الآيات شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هاي وين؟ هاي الآية الثانية من سورة الجمعة الآن تعالوا إلى سورة آل عمران 164 شو هذا هنا ما هي الآية المباركة لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا شوفوا هذا المقطع إلى هنا أكو فرق قليل بين تلك الآية أما من بعده من بعده يتلو عليهم لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو من هنا يبدأ الاشتراك بين هذه الآية والآية في سورة الجمعة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نريد مرور سريع لأن آيات معروفة معانيها معروفة نريد أن نتوقف قليلا في هاتين الآياتين وعدنا تعليقات أخرى شوفوا هو الذي يعني من الذي بعث النبي كما دعوا القريش أنه أسبوع الماضي بينا التهم الذي تهم به النبي السحر والجنون والكذب والشعر وما أشبه ذلك في الحلقة الماضية الآن يريد يقول الباري هو يعني لا تتصور أن النبي هو جاء بنفسه لأنه مثلا عبقري رجل عبقري عند شاف بعض الناس عند مواهب عند حافظة قوية عند ذكاء قوية عند لباقة عند بداقة لا لا الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول في هذه الآية هو الذي الله سبحانه وتعالى أيها الناس أو ذلك العالم كان عالم قريش أو بلاد جزيرة عربية أو العالم كله ترى هذا الرجل مو رجل يأتي بنفسه وإنما هو مبعوث كما بعث سائر الأنبياء عيسى موسى نعم إبراهيم وباقي الأنبياء أيضا هذا النبي كسار الأنبياء نحن بعثنا وسنبين فلسفة البعثة وما يريد الباري عز وجل من بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لازم الأمة تفتخر لكن مع الأسر العرب أنتش أقول أنا أقول إحنا لا نريد أن نعرف تعرف الأشياء بأضضادها لازم نقيس الأبيض مع الأسود والنهار مع الليل حتى تتبين الأمور أنت تعرف شنو النبي صلى الله عليه وآله انظر إلي في الجزيرة العربية قبل البعثة أمة متخلفة إلى أبعد الحدود جاهلة تسمى الجاهلية الشعر الشنو الشعر الجاهلي يعني هم يذكرون العرب يدرسون في المدارس الشعر الجاهلي يعني شنو شعر الجاهلي ربما يفتخرون بالشعر نقول الشعر الجاهلي كان شعر قوي ولكن كانت أمه متخلفة نعم عدهم بلاغة عربية ولذلك الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله بعثه بمعجز القرآن جعل القرآن البلاغة في القرآن هي المعجزة بينما نبي الله عيسى والروح الله عيسى كان عنده شنو عنده شيء ثاني معجزة ثانية نبي الله موسى معجزة أخرى إبراهيم وسال انبياء كل نبي له معجزة أما لأنه الجزيرة العربية كان معرفة بالبلاغة تبعث لهم القرآن الكريم وتحداهم بآية وتحداهم بسورة ولم يتمكن أن يأتوا بها أما تأتي إلى الجزيرة العربية من ناحية الاقتصادية من ناحية الثقافية من ناحية الاجتماعية من ناحية الإدارية من كل الجوانب كانت متخلفة الصراعات القتال الاختصاب السرقات الغارات معروفة ولذلك من يقرأ خطبة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلام وعليه وروحي لها الفداء عندما يتأمل في بداية الخطبة تبين فاطمة الزهراء أنتم اغتصبتم خلافة بعلي أمير المؤمنين وخالفتم وصية أبي رسول الله صلى الله عليه وعليه وعليه تبضح القضايا من أنتم وماذا كنتم في الجزيرة العربية أنتم من أنتم من ولكن أنتم بهذا التقدم الحضاري حتى تطورتم وغزوتم الحضار الفارسي والروماني ببركة أبي محمد صلى الله عليه وآله وعليه وسلم بركة الإسلام بركة القرآن بركة الوحي من أنتم وتفضحهم بجملة جملة وكلمة كلمة ماذا كنتم أنتم حقيقة الذي الذي يريد أن يعرف حضار أو ثقافة الجزيرة العربية فليزغي إلى خطبة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلام وعليه وروح لها الفداء حتى يعرف من هذه الأمة الذي مع الأسف انقلبت على رسول الله بعد هذه العظمة 23 سنة النبي 13 عاما في مكة المكرمة و10 سنوات في المدينة منورة كل هذا التعب و هذا الجهد نرجع لموضوعنا هو الذي بعث الله الذي هو بعث النبي في الأميين رسولنا طيب هنا سؤال هل الرسالة كانت فقط للأميين لا من آيات سنقرأها ان شاء الله بعد قليل انه كانت رسالة عالمية هما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كانت أو أرسلناك للناس جميعا أو للناس كافة سنذكر الآيات إذن هي مو خاصة هذا توضيح هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم منهم تسمحوا لي لأنه الآيات البعثة متشابة مع الآية في سؤال عمران خل نقرأ عمران حتى نوصل إلى هذا المقطع المقطع المشترح بعد نقرب الآيات نقرب وكان واحد شوفوا ماذا يقولون لقد من الله شوف العبارة الجميلة هنا هناك ماذا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم صحيح هنا ماذا يقول لقد من الله على المؤمنين يعني أيها المؤمنون تقول شو صار مؤمنين هناك صار أميين شو صار فريق هنا ماذا في معنى لماذا هنا المؤمنين هناك الأمبيين لماذا يقول الآية تقول أن المؤمنين هم الذين استفادوا من رسول الله وغير المؤمنين لم يستفيدوا هسا هنا يجي المنافقين المنافقون شون كذا ولكن فقط المؤمنون هم الذين استفادوا ولذلك يقول الباري عز وجل لقد من الله على المؤمنين يعني أيها المؤمنون أن هذه بركة من الله وهذه رحمة الله وأضاعتهم من الله سبحانه تعالى حقيقة بلاغة القرآن عندما شون يقول القرآن يفسر بعضه بعضا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم نفس الكلاف يابا ترى هذا الرسول ليس رسول من الملائكة هذا الرسول ليس رسول من الجن محاق تتهم النبي أن هذا مطبيعي هذا لو ملك لو جن لو كذا لا هذا منكم ومنهم وفيكم وليس هو رجل من الجن أو من الملك لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول فعلا لم يستفد من رسول الله إلا المؤمنين ولذلك اشوف بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله من بقى مع رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإما تأو قتل انقلبتم على عقب الوما انقلبت وين المؤمنين المؤمنون الذين سورة المؤمنون وسورة المنافقون وسورة البراءة إذن كلهم نخليهم مع بعض تتبين لماذا يقول القرآن يفسر بعضه بعضا ونأتي الآن بعد ما بينا هذا المقطع الآن نأتي إلى الاشتراك بين الآيتين الآية الثانية في سورة الجمعة والآية 164 في سورة آل عمران هنا الاشتراك في الآيات يعني نفس الآيات طيب الآن عرفنا الرسالة وعرفنا لماذا الأميين ولماذا المؤمنين نصل إلى هذه العبارة هنا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أمور مهمة جدا للبشرية أولا يتلو عليهم آياته أولا لازم نبين قرآن الكريم شوفوا أحذر ردهدي واحد ماذا نقول له نقول اقرأ القرآن اتلو هذه القرآن وهذه الآيات القرآنية تدبر فيها عندي فالتعليق هنا أراها مهمة قبل ما أكمل آيات احنا عدنا الآن قراء القرآن بارك الله بهم يحفظون القرآن بارك الله بهم مؤتمرات مصابقات للقرآن الكريم بارك الله بهم هل هذا يكفي لا يكفي رب تال للقرآن والقرآن يلعن إذن مفخر أنه والله هذا حافظ القرآن مثل واحدة يتزوج يقول له شنو صفاته يقول يصلي بالمسجد هذا مو أو يصلي الجمعة هذا مميزان أن يذهب إلى المسجد أو مثلا قارئ القرآن أو حافظ القرآن نعم ممتاز أكرر يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة حتى يقول أنه نميز اقرأ ورقة القرآن عظيم حفظ القرآن عظيم قراءة القرآن عظيم ولكن الأعظم هو التدبر في القرآن وفهم معانا والأهم من كل ذلك تطبيق القرآن الكريم الجاهلية والعرب والضيعة اليوم ليه ضيعة الأمر اليوم حتى هذا اليوم نسمي أنفسنا مسلمين بس وين احنا من القرآن الكريم وين احنا من العمل بالقرآن الكريم يتلو تلاوة ما يخالف تلاوة القرآن الكريم ولكن المهم العمل لسا جيب لي اليوم حكوماتنا تنظيماتنا ومن يدعون الإسلام أي جهة كانت وأي حكومة كانت وأي شخص كان الميزان العمل الميزان التطبيق ولذلك عندما كنت ألتقي بذول حفاظ القرآن أثناء يدعون إلى محاضرة أو كلمة أقول لهم لا تكتفون أحسنتم لا تكتفون بالقراءة عليكم القراءة والفهم سنقرأ نقرأ الآن الآية الآية تقول تقول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم هي مو فقط تلاوة وأقول أيضا النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال في وصيته كتاب الله إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله أنتم وفقط تأخذ القرآن وتحفظ القرآن وتعلم القرآن أقول لهم أنا في لقاءاتي معهم أقول هذا عظيم ولكن بدون العترة أنت صفر يعني القرآن ناقص العترة صفر فأيضا التلاوة وحفظها ليست لها قيمة بدون العترة الطاهرة بدون أهل البيت وبدون ثقافة أهل البيت وبدون عمل بسيط أهل البيت المتمثل المتمثل بالنبي الأكرم محمد وفاطمة ولا أمة المعصومين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين هذا هو المهم فقط كتاب الله قال الرجل كفانا كتاب الله ليش لأنه يعرف كفانا كتاب الله أنه إذا قال العترة يعني علي ابن أبي طالب زين وين يذهب الباقيين وين يذهبون في بعض القنوات الفضائية ذكرنا أسماء قال الشيخ إذا تذكر الأسماء نحن من نخل المحاضرة نحن الآن نحن من نذكر الأسماء حتى توضع على الفضائيات طيب ولكن الحقيقة ما رح سر واضحة الحقيقة ما سر واضحة من الذي قال كفانا كتاب الله مصحابة النبي مؤقرب الناس للنبي مؤعطى بنته للنبي بعد أكثر من هذا يقول الكناية أبلغ من التصريح ما رأدوا العترة يا حبيبي نقطة واحدة الخليفة بعد النبي منه علي بن أبي طالب انقلبوا الأمة قال الله سبعا احن ليش نجي نقول أسماء بدون أسماء الحقيقة واضحة لأنه ارتزمنا كفانا كتاب الله قراءة القرآن حفظ القرآن كذا مسابقات وانتهى لا والله ما يكفي هذا بس لي يقولون الشيخ جلال يقول أنه لا تقرأون القرآن لا 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 أنا بالبداية قلت قراءة القرآن حفظ القرآن تعلم القرآن حتى التجويد بالكل قواعد التجويد ممتاز وجيد جدا هل يكفي هذا قلنا لا يكفي معه العترة لازم نعرف أهل البيت لازم نعرف مظلومية فاطمة الزهراء لازم نعرف مظلومة أمير المؤمنين وغصب الخلافة لعليين وآدوا فاطمة وحلقوا بيت الدار هذا كل لازم نعرف يعني عندما نعلم القرآن أنا خطابي لإخوتي أصحاب المؤتمرات القرآنية وأصحاب الدورات القرآنية اجعلوا إلى جانب القرآن وتعليم القرآن العترة الطاهرة ثقافة أهل البيت والوايات أحاديث تاريخهم مظلوميتهم لازم كل هذا يكون طيب إذن نقرأ الآية من أول لقد منى الله على المؤمنين الذي بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقلنا في جمعة هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته أولا ثانيا ويزكيهم الطهارة النفسية نحن يسمون الرجال الدين روحاني روحانية وين اليوم عند الناس وين الروحانية وين نحن من العبادات وقراءة القرآن والأدعية والزيارات تطهير النفس إذا هو أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم عليه يقول إنما هي نفسي أروضوها بالتقوى إحنا لازم نفوش لنطهره ليش حكامنا نحرفوا كثير من الناس ضاعوا وظلوا ليش حتى من يدع الدين انحرفوا لماذا لأن هذه النقطة ويزكيهم تسكية النفس طهارة النفس شهر رجب شهر شعبان قراءة القرآن قراءة الأدعية الصيام هذا كل يجي شهر رمضان أنت بعد تكون طاهر ومهيئ هذا الموضوع جدا مهم تسكية النفس كل هذا الحراف الذي حصل بالأمة من قياداتها وأكرر من قياداتها الدينية وغير الدينية انحرفت لأنها لم تزكي نفسها وهيقول الشيخنا فلان كان يصلي صلاة بس وصل للحكم اتغير اقول لا هذا كان يصلي مظهر صلاة محققة الصلاة ما كان صلاة حقيقية مظاهر الصلاة مواقع الصلاة إذا كان يصلي صلاة حقيقية ومربي نفسه ومزكي نفسه تسكية حقيقية وطهارة روحية ما كان الحراف المشكلة هنا ضياع الأمة من ضمن الأمور الرئيسية هو عدم التسكية النبي صلى الله عليه وعليه يجي يزكي الأمة ويعلمهم الكتاب أول شيء تسكية النفس ما قالوا يعلمهم الكتاب ويزكيهم لا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب تهارة النفس كل انحراف اليوم الذي نراه بالأحزاب بالتنظيمات بالقيادات بالحكومات من يدعون الإسلام سواء كمن الشيعة وغير الشيعة هو سبب عدم تسكية النفس وحتى كتاب الله نعم يتلون قسم الأول تلاوة تسكية تعليم التعليم مهم تطبيق القرآن مهم العمل بالقرآن مهم التمسك بسيرة أهل البيت مهم تتشف أصلا احنا بعيدين عن سيرة أهل البيت ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة باللغة الحكمة يعني وضع الشيء المناسب في المكان المناسب هذا معنى الحكمة أن أدعوا إلى سبيل ربك شنو بالحكمة والموعظ الحسنة وجادل بالأتصال الحكمة مهمة بالإدارة الأمور وإن كانوا من قبل لفي ضلال المبين أنا حقيقة لو للقرآن لضلت الأمة أنا هذا جانب من القرآن الكريم الآن الآيات التي تحدثنا عنها عندي كم دقيقة أتعلق فيها الإسلام القرآن الكريم نحن لازم كما قلنا نبلغ للرساة الإسلام في أي موقع كنا في أي منطقة كنا في أي بلدة وفي أي دولة في العالم نصاعد من اللقاء مع المسيح لازم لا أتنازل لهم أبين لهم حقيقة الإسلام صح لكم دينكم ولي دين ولكن عندما ألتقي أنا بمسيحي أو يهودي أو أي مذهب أو أي دين آخر مو أنا أخضع إلى بقول أنه الديانة الإبراهيمية هي الأساس نعم قريش لماذا انحرفت لأنها كانت على الديانة الإبراهيمية فانحرفت فجعلت تعبد الأصنام وأصبح من الكفر والمشركين صحيح؟ ابتعدوا عن الديانة الإبراهيمية الديانة الإبراهيمية تجمعنا في كل الأديان ولكن في نفس الوقت لازم أبين الديانة الإسلامية أنا عندما ألتقي بقص أو مسيحي أقول له ما هو الإسلام ومن هو أهل البيت قلت شيخ ممكن توضح لنا أنا هذا صحبته من الانترنت رحت على الجوجل كان عندي لقاء مع مسيحي أنا قص كبير في كندا وحبات يعني يكون لقاء عدنا اسمه كلود قرو كلود قرو من أكبر القصاوسة في كندا الآن لو دقوا على الجوجل مثلا تكتب الشيخ جلال معاش واللقاء مع القص كلود قرو يطلع التقريب كامل لكم أنا كان اللقاء معي متى كانوا اللقاء معنا يوم 22 شهر رمضان في مونتريال فعندما جلسنا والصورها موجودة جلسنا معاه ما جاء أقول له أنت يا بي اشرح لي عن الكنيسة وقل لي شنو الرسالة المسيحية وشنو النصارى لا أول ما بدأت بالكلام أول ما بدأت بالكلام قلت له حقيقة احنا اليوم 23 شهر رمضان وأمس ذكرى مرور ذكرى سنوية 14 قرن تقريبا على شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم أقل لكم التقرير الكلام هذا يقول تكلم سماحة الشيخ الأخلاق العظيمة للإمام علي عليه السلام وقد استشهد بمواقف إنسانية عديدة لا مثيل لها في التاريخ وهو قائد لخمسين دولة على خارطة اليوم ومن هذه الوقاعة قضية إعطاءه الماء لجيش معاوية في معركة الصفين بالرغم من منعهم إياه في معركة الصفين وتعامله العادل مع الخوارج بعد معركة النهروان وعدم قضع عطاءهم من بيت المال بالرغم من معارضتهم ومحاربتهم للإمام علي عليه السلام وعفوا الإمام علي عن قيادات معركة الجمل الشهيرة بالإضافة إلى قصة الرجل المسيحي المسن الذي أمر له أمير المؤمنين بإعطاء شهري من بيت المال بعدما وجده في السوق يستعطي أنا شرحت هذه النقاط شرحتها للقص ويتعجب لازم أنا عندما ألتقي بقصة أو شخصية لازم أبين له هذه الرسالة وهذه العظمة لأمير المن سلام الله عليه عندما ألتقي بشخصية مسيحية أو يهودية أو أي ديانة أخرى بوذية هندوسية هندوسي جانب قيادة هندوسي في مؤتمر أو بوذي هندوسي من الهند والبوذي من الصين مواجهة أقول له أستمع إليه لا أنا أقول له رسالة أمير المن إذا كان غير مسلم أذكر رسالة النبي رسالة القرآن إذا كان أبين منهم أهل البيت لليوم شوه صورة أهل البيت الآن شوه صورتهم في العالم لازم أبين ما هو الإسلام الحقيقي أكون إسلام مزيف اليوم هذا مو إسلام حتى تعبير إسلام مزيف غلال ما عدد إسلام إسلام واحد أنا دائما أكره العبارة هو إسلام محمد وعلي وفاطمة وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه آخر كلمة أقولها في هذا اللقاء المبارك والحوار المبارك لشخصية غربية وهو استاذ في الفلك والرياضيات والفيزياء معروف ماذا قال عن نبينا الأكرم فكثب كتابا سماء المئة الأوائل المئة الأوائل في التاريخ وقال أول شخصية هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال أنا اخترت مقاطع من كلامه وهو ليس بمسلم ولكن جعل في كتابه المئة العظماء أول شخصية هو النبي قال لقد اخترت محمد ما قال صلى الله عليه وبعد العبارة أنا قال صلى الله عليه وآله وسلم لقد اخترت محمدا في أول هذه القائمة ولابد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار ومعهم حق في ذلك ليش أنا واحد ليس بمسلم ولا أنتمي إلى دين واخترت محمدا في هذه القضية ولابد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار ومعهم حق في ذلك ولكن محمدا هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا وبعد ثلاثة عشر قرنا من وفاته نحن نقول من شهادته من وفاته فإن أثر محمد صلى الله عليه وآله ما يزال قويا ومتجددا هذا كلامه طيب هذا يعني أن الرسالة النبوية رسالة مؤثرة ومفاته كان عندي نقاط أخرى بعد نخليها في الحلقة القادمة إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وروح له الفداء وأن يجعل محيانا محيا محمد وآل محمد مماتنا ممات محمد وآل محمد وأن يعجل في فرج الإمام نقول هذه الدعاء اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجه والعن أعداءهم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين ترجمة نانسي قنقر